اشتركوا في القناة الحديث اللي احنا معنا النهاردة حديث عن سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يأخذ مني خمس خصال فيعمل بهن او يعلمهن من يعمل بهن قال ابو هريرة انا يا رسول الله فاخذ بيدي فعدهن فيها يعني حضرت الابرح واخذ ايد سيدنا ابي هريرة وبدأ يعدها وقال اتق الله اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنة واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة ولا تكثر الضحك فان الضحك يميت القلب نقول تاني الحديث حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم زي ما سيدنا ابو هريرة بيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأخذ عني هذه الخمس فيعمل بهن او يعلمهن لمن يعمل بهن فقال سيدنا ابو هريرة انا يا رسول الله قال فاخذ بيدي فعدهن فيها قال صلى الله عليه وآله وسلم اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنة واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة ولا تكثر الضحك فان الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب تخيل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مين فيكم منتبه مين فيكم ياخذ هذه الخمسة اللي هو وكأنهم خمس قضايا مركزية خمس اصول لو الواحد عمل بيها تنصلح حياته ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمل بيها او اذا ما استطعش انه يعمل بيها يعلم من يعمل بيها عشان ياخذ سواب انه علمها الحد فالدهله على الخير كفاعلي فحضرت النبي بيعلم السحابة بطريقة مختلفة فيتوجه بسؤال عشان يجذب انتباههم وينشط زاكرة التلقي وينشط غدة التلقي في نفسهم فيقول من ياخذ مني خمسة خصال فيعمل بهن او يعلمهن من يعمل بهن فتأمل جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بياخد ايد سيدنا ابو هريرة شوف مدى الود مدى هذه الحميمية هذا القرب اللي ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدين سيدنا ابو هريرة ويمسك ايده ويبتدي عد الخمس حاجات على سوابع سيدنا ابو هريرة اول حاجة اتق المحارم تكون اعبد الناس ويشوف المعنى البديع انا دايما بأؤكد لحضراتكم ان اعبد الناس مش بس اللي عنده كثرة عبادة لكن اعبد الناس هو الشخص اللي بينه وبين المحارم حما اللي بينه وبين المحارم بعد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عايز تبقى من اعبد الناس بيقول للناس عايز تبقى من اعبد الناس اترك ما يغضي بالله سبحانه وتعالى وبعدك عنه لان الاصل ان انت قريب من الله سبحانه وتعالى يبقى هنا نقول حاجة مهمة قوي يبقى حضرة النبي بيأسس فينا احنا ناخد خمس اصول هذه الاصول هي اصول العيش الهني حضرة النبي في الخمس حاجات دولة بيعلمنا ازاي نبقى عايشنا هني فاول حاجة انت قريب فلا تلعب بك نفسك فتنزلك في المحل البعيد امتى تبقى في المحل البعيد لما ترتكب المحارم ولذلك حضرة النبي قال له اتق المحارم تكن اعبد الناس وليه ليه بنستخدم القرب هنا لان فكرة ماذا فكرة قرب العبد من الله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده يبقى ايه اللي حاصل يبقى اذا واقرب ما يكون العبد دو العبد يبقى مين اللي بيبقى قريب من الله العبد يبقى ليه نتق المحارم نتق المحارم لانها تخرجنا من أصل لاننا على حال القرب مع الله طيب والمحارم بتاخدنا من حضرة مولانا لا بتغطي على قلوبنا لذلك المحارم كل واحد يشرب المحارم دي ويقبل المحارم دي ويتلقى في المحارم دي تنكت نكت سوداء في قلب لغاية ما تصير القلوب على قلبين قلب أصفى من اللبن ده اللي أنكر اللي إيه المحارم وتركى وما جاش جنبها وما اقتربش منها طيب واللي اقترب منها تنكت نكت سوداء في قلبي وحسب بقى الجرم النكتة تكون شكلها إيه فإيه اللي حاصل فتنكت النكتة في قلبه ولغاية ما النكت تزيد ولغاية ما يبقى قلبه مليء بالسواد فبصيرته لا ترى مولاه يبقى وهو ده السيبة سألوني إيه إيه الأسوأ في المحارم إن هي بتخلي الناس قريب من النار ولا إن المحارم دي ارتكاب المحارم دي يعني ما حرم الله بيخلي الإنسان يحس بإن النور انطفق في قلبه بتقولهم في حاجة أهم من كده إن المحارم بتخليك تحس بإن أنت مش في حضرة مولاك سواء نفسك الأمراء بالسوق قالت لك افعل إذا أردت أن تفعل الحرام فاعتبر اضحك على نفسك وقول لنفسك إن أنت في غياب عن نظر الله أو في غياب نظرك عن الله وزيك التعبير الصحيح أنت لا تغيب عن الله ولكن نظرك يغيب عنه يبقى أنت ما بتغيبش عن ربنا أنت ما في حل نظره على طول لكن النقطة السوداء والمحارم اللي بتيجي على قلبك والسواد اللي بيجي على قلبك بيعزلك عن مولاك ولذلك اتق الله اتق المحارم تكون أعبد الناس ليه بقى ليه التلازم ده إزاي أنا لما اتق المحارم أكون أعبد الناس لأنك إذا اتقيت المحارم وهنا على فكرة اتق المحارم يعني كن تقيا بيترك المحارم كن تقيا بترك المحارم يبقى أنت إذا وزي ما قالك إذا الشاعر وكون كماشي على أرض الشوك يحضر ما يرى يبقى إلا حاصل يبقى تخلي بالك أن أنت بتبتعد عن المعاصي بقدر ما تستطيع لأن أنت لو بتعدت عن المعاصي يحصل إيه؟ لو بتعدت عن المعاصي تقترب من مولاك سبحانه وتعالى لأن المعاصي الحجاب الذي بينك وبين الله ولذلك سألوني هارد إقبال على الله يحتاج إلى طريق طويل نقطعه قلت لا بل يحتاجه لحجاب عن قلبك ترفعه فإذا رفعت الحجاب وجدت الله أمامك يبقى أنت لازم ترفع الحجاب اللي على قلبك الحياة التانية اللي ذكرها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف الربط العجيب ما بين هذا الحديث اتق المحارم تكون أعبد الناس والحياة التانية خلاص دي التخلية خلينا خلاص يبقى دي أو التخلية أنا سأترك المحارم سأطهر نفسي من المحارم طيب والحياة التانية وأرضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس دي بقى إيه التخلية بقى الله أعطاني وما أعطاني الله سبحانه وتعالى يكفيني ولذلك دايما نقول كده دايما لازم نتأمل حديث رسول الله عليه وسلم اللهم أغننا بفضلك عما سواك يعني إيه إحنا شايفين اللي ربنا ادهننا صاحب البصيرة اللهم أغننا بفضلك يعني إيه أغننا أن نراك قد أعطيتنا فضلا ولم تعطينا عدلا يعني إيه أعطيتنا فضلا يعني أعطيتنا فوق ما نحتاج فوق ما نطلب وإذا أنت وصلت لهذا اليقين من أن الله أعطاك فوق ما تريد فخلاص أنت أغنى الناس ليه مومين أغنى الناس الذي يرى أنه عنده فوق ما يريد يبقى أنت لو إنك أنت إيه اللي حاصل رضيت بما قسم الله لك تبقى السؤال يعني إيه أرضى بما قسم الله لك ودايما الناس بتشوف كده الرضى بما قسم الله لك يقولك ده صعباوة صعباوة عارف ليه لأن أنت بترضى بما قسم ونحن نرضى بالقاسم إحنا بنرضى بالله إحنا بنرضى بمولانا يبقى ورضى بما قسم الله لك يعني ارضى بأن الله قسم لك ما يغنيك يبقى أنت لازم تفهم ده لازم تفهم أن الرضى هنا فييجي واحد يقول لي ما هو ده قليل ما هو ده ما يكفيش صحيح ده ما يكفيش ولكن أليس الله بكفر عبده آه إحنا كده فهمنا إن القضية مش ما أعطيت القضية بأن العاطي لا يعطي إلا بكرم يبقى العاطي لا يعطي إلا بإيه بكرم فلا حجة لمن ادعى أنه حرم ما فيش حجة ما فيش حجة لحد أنه تحرم ما فيش لأن الكريم إذا أعطى أغنى الكريم إذا أعطى أغنى طب ما يقول لي ما في بعض الناس اسموهم الفقراء ده حتى ربنا بيقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله وبيقول إنما الصدقات للفقراء والمسكين نعم في نظرنا نحن لكن على الحقيقة من نظر إليه الله سبحانه وتعالى أغنى والدليل على ذلك إيه هذا الدعاء نظرة منك تجعل أشق العباد سعيدة فإذا بالك بقى مش كان نظرة ده كان عطاء وهبة يبقى خلاص يبقى كل هبة من الله مكتوب عليها أليس الله بكاف عبدة وارد بما قسم الله لك تكون أغنى الناس يعني الغنى مش بيكون عند الإنسان فلوسه بس إحنا فاهمين الغنى غلط أعظم غنى هو غنى النفس زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس الغني ليس الغنى عن كثرة عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس يبقى أنت لما تبقى أحساس عندك بغنى النفس غنى النفس من أين يأتي قال غنى النفس يأتي من جمال الأنس يبقى غنى النفس يأتي من جمال الأنس عارف أنت لما تحس كده أن أنت شبعان مش بيحتاج حاجة ليه لأن الله معك ما بالك بسنين الله سالسهما لسه في أنوار لسه ماشيين في أنوار الهجرة شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يا سلام يا سلام على هذا الجمال وإذن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذا قطعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يبقى هنا عرفنا باب الغنى الأعظم باب الغنى الأعظم هو أن تستغني بالله في ناس كثيرة تقول أنتوا كده بتسكنوا الفقراء يعني وتحسسوهم بحاجة مش حقيقة بالعكس هي دي الحقيقة الأولى اللي احنا بناخفر عنها احنا بنرجعهم للحقيقة تاني أن الغنى هو الغنى بالله وليس الغنى بالعرض لأن العرض يزول وينتهي ولا يضمن ولا نستطيع أن نمسكه أتيك شايفين حرب بتيجي وباقي ييجي الناس تفقد أموالها وتفقد كل الحاجات اللي هي بتمتلكها لكن إذا وجدت الله فماذا فقدت آه لا مش فقط حاجة خالص ليه لأننا معي لله سبحانه وتعالى حاجة التالتة والمهمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيكررسي بأول حاجة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت قريب فلا تحجب نفسك بسوء نفسك الأمارة بالسوء ما تحجبش نفسك بسوء أو نفسك الأمارة بالسوء طبو الحاجة التانية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضا سعة فإذا رضيت أدركت وسع الواسعة آه يبقى أنت لما ترضى تدرك وسع الواسعة يبقى إحنا هنا إيه اللي حاصل أذهبنا عن بصيرتنا السواد ثم رأينا وسع الواسعة طب بعد كده إليه يحصل انت خلاص كده مش قاله ورضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس طب أنت أغنى الناس تعمل إيه بقى بالغنى ده ما أنت كده عندك فضل وظهر يبقى بدل أنت عندك زيادة وبقيت أغنى الناس تصدق على الناس وأحسن إلى جارك تكون مؤمنة يعني إيه تكون مؤمنة تكون مؤمنة بالكلام اللي احنا قلناه تكون مؤمنة بأنك رضيت بالله رب فأنت عندك فائد عندك زيادة الزيادة دي جات من إين لأن أنت بقيت أغنى الناس خلاص عليك أن تفرج عن الناس من فرج عن مسلم كربة من كرة دنيا فرج الله عنه كربة من كرة بيوم القيامة ليه؟ لأنه مؤمن يبقى أنت لو مؤمن تساعد الحواليك بأي فائد عندك فأي فائد عندي قال له آه ما حضرت النبي قال والكلمة الطيبة صدقة قدم كلمة طيبة وقال كده واللقمة ترفعها إلى في زوجتك يا صدقة يبقى إذن أنت قادر تتصدق على من حولك وإذنك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيأمل إيه؟ بيتكلم على الإنسان والجار يبقى ثالث حاجة وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة يعني إيه؟ بننتقل من النور الذاتي إلى تنوير المجتمع بشوف الدرجة كده تطهر من هفواتك وتخلى ثم تحلى بيأي بقى؟ تحلى بالرضى اللي هيخليك طول الوقت غني ثم اذهب وانشر هذا النور بين الناس وأول من تبدأ به من يليك جارك لأن جارك ده إيه اللي حاصل؟ جارك هو خير من تظهر في حياته بصفة إيمانك ليه؟ لأنك تؤمن أقرب الناس إليك أقرب الناس إليك منزلاً جارك فلما تؤمنه تبقى مؤمن لأن المؤمن من أمينه الناس فأول حد ممكن تحس بيه إن انت مؤمن جارك يبقى إحنا لازم نرجع تاني ما يسمى بكرامة الجيرة لازم نعيد كرامة الجيرة لازم نعلم أولادنا كرامة الجيرة لازم نعلم زوجتنا كرامة الجيرة لازم نتعلم كلنا كرامة الجيرة ومحدش يمل ولا يزهر أن يعلم أهل بيته كرامة الجيرة يبقى دي تالت حاجة يبقى كرامة الجيرة دي من علامة الإيمان يبقى من علامة الإيمان الإحسان إلى الجيران وإحنا عارفين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكر من جارة ووصل إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ليس يورثه لأنه بينكم نسب نسب مكاني نيجي للمعنى الرابع يبقى إحنا عندنا نقب صرتك من المحارم عتكون أعبد الناس فلما تبقى عبد عتظهر عبوديتك العبودية دي هتظهر في قلبك معنى مهم الرضا أن أنت ترضى بما قسم الله لك فتكون أغنى الناس إذا كان عندك غنى تصدق على الناس وأول من تتصدق عليه وعشان كده الإحسان الإحسان هنا يتناسب مع الصدقة وأول من تحسن إليه هو جارك يبقى خرجنا من الذاتي ومن الفردي إلى المجتمعي فتحسن إلى الناس فلما تحسن إلى الناس تكونوا مؤمنا مؤمنا يعني منور بنور الإيمان طب بعد كده هنروح فين يا رسول الله واسع الدائرة بقى واسع دائرة الجار إلى الناس كلها طب إذا لم تستطع أنت طبعا لن يكلفنا الشرع ما لن طيق مش هنقدر نساعد الناس كلها ولا نقدر ننفع الناس كلها فنعمل إيه؟ أقل شيء وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلمة الله يعني أنا إذا ما قدرت أسع الناس كلهم أحب لهم الخير واسعدهم على الخير ووصل لهم الخير أي حد في العالم ما تمناش أن في حد في الدنيا يتجرح ما تمناش أن في حد يتهجر ما تمناش أننا يبقى فيه لاجئين في العالم لأننا نفسي ما أحبش أننا نكون في الوضع ده ولذلك من تمام الإيمان والإسلام أن الإنسان يحب للناس الخير والإحسان لازم تحب للناس الخير ولذلك بمقدار إيمان العبد بمقدار ما أحب للناس من النور والخير والبركة يبقى وأحب للناس ما تحب لنفسك يبقى الناس كلها يبقى إحنا كده ملينا العالم تيجي بقى الحكاية ماذا؟ المعنى الخامس بقى يبقى إحنا ده يبقى إلا حاصل نقينا أنفسنا رضينا بما قسم الله له فاتسعت صدرنا ورزقنا الله من حيثنا نحتسب رزقنا إيه؟ رزقنا الرضا فأصبحنا أغنى الناس فتصدقنا على من حولنا من الجيران وأحسننا إليهم فصرنا مؤمنين ثم بعد ذلك ماذا؟ أحببنا الخير للناس فصرنا مسلمين فبقيا نحن نعمل إيه؟ نعمل حاجة بقى مهمة أوي 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 ودي الحاجة الخمسة اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أشار علينا بيها إيه هي؟ أن نكون من أهل الاتزان وأن لا نستخدم شيء يدل على الفرح في السخرية من الخلق وممكن واحد يسخر من الناس ويئزيهم بكلامه وممكن الشخص ده يبقى متكلف اللي أنت عملته ده من أن أنت أحسنت للجار يدخل في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا وخيروا مما يجمعون لكن أن أنت تتكلف الفرح ده يفسد عليك الفرح الحقيقية اللي في قلبك وعشان كده لا تكسر من الضحك فإن الضحك يموت القلب يموت القلب بإيه؟ بالتكلف والتمثيل وعدم الحقيقية وأن أنت تبقى إنسان زي ما بيقولوا كده إنسان خداع بتخذع الناس بابتسامتك وأنت ما عندكش في قلبك فرح بنعمة الله الشخص اللي يفرح ويبالغ في الفرح مش يبالغ في الفرح يبالغ في الضحك يعني وكأنه بيحصل له حالة هستيرية ما بيكونش نور الإيمان في قلبه في الحقيقة وما بقلاش أن حد ييجي يقوله هو أنتو مش عايزيننا نفرح إحنا عايزينك تفرح بس مش عايزينك تبقى إنسان مش حقيقي زي ما بيعبر الناس ما تبقاش إنسان فيك أو حتى أن أنت تستخدم السخرية من الناس فتحب أن أنت تضحك قوي 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 لدرجة أن أنت ممكن توصل أن أنت تضحك على الناس ولما تضحك على الناس تبقى بتوجعهم وبتأذيهم وعشان كده لازم نبطل ده إحنا تكلمنا عن خمس أصول أنا بسميها أصول العيش الهني أنت قريب ولم تزر قريبا وعشان كده لازم تحجب نفسك عن المحارم عشان تبقى في أقرب مقام من الله سبحانه وتعالى وتاني حاجة العاطي سبحانه وتعالى لا يعطي إلا بكرم فلا حج لمن يدعي أنه حرم ولذلك كن أغنى الناس بالرضى والغنى وغنى النفس يأتي بجمال الأنس يباب الغنى الأعظم هو الغنى بالله ولذلك ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وننتقل من النور الزاتي إلى تنوير المجتمع وأول من يقابلنا في هذا التنوير الجار الذي به نتجاور إن شاء الله في الجنة فنفتح بشائر الجنة في الدنيا بأن نحسن إلى جارنا فينفتح علينا باب الإيمان ونؤسع مفهوم المحبة ونؤسع مفهوم الخير فنحب الخير للناس كما نحبه لأنفسنا وفي النهاية نحرص على التزن ومنكنش أبدا بنكذب على أنفسنا ولا بنخدعه بكثرة الضحك الذي هو في الحقيقة ليس سرورا ولا فرحا حقيقيا وإياك أن تكون ممن يضحكون على الناس فتسخر منهم فيكون ذلك مؤذيا لقلبك أن تموت عن الجراح أن يموت قلبك عن الجراح التي تتسبب فيها في قلوب الناس ساعتها هتكون أنت متابع لهذا للنبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ترفع إيدك افتخل الخمس حاجات دي اللي ممكن تهنيك وتفتح عليك أبواب السعادة في الدنيا والآخرة يا رب جعلنا من أهل هذه الخمسة وجعلنا من المحفوظين وجعلنا ممن يعيشون بأنوار سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم ممن يعيشون بأنوار سيد المرسلين